اعلنت الادارة العامة للطيران المدني اعادة جدولة الرحلات الجوية بشكل تدريجي في مطار الكويت الدولي بالتعاون مع شركات الطيران ومقدمي الخدمة مناشدة المسافرين تفهم الاوضاع غير طبيعية التي تمر بها مرافق المطار نتيجة موجة الامطار غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين وادت الى تجمع للمياه في بعض اجزاء المطار واشادت ادارة الطيران المدني بتضافر ومساندة جميع الجهات الحكومية في التعامل مع تداعيات الاحوال الجوية